أطاف أكد التزام الجزائر استناداً على تعليمات الرئيس تبون بيجعلين نصرة القضية الفلسطينية والتصدي للجرائم الإسرائيلية أولوية لنشاطها في مجلس الأمن الدولية لقد شاءت الأقدار أن تنظم الجزائر لمجلس الأمن في ذل هذه الأوضاع المأساوية بالنسبة للشعب الفلسطيني في جميع أراضيه المحتلة وبالنسبة لبقية أشقائنا في دول الجوار الفلسطيني ولذا فقد أصدر السيد الرئيس الجمهورية تعليمات صارمة بأن تجعل الجزائر من نصرة القضية الفلسطينية ومن التصدي للجرائم الإسرائيلية في المنطقة شغلها الشاغل وأولوية أولوياتها ومبلغ جميع تحركاتها منذ بداية عهدتها بالمجلس مطلع العام الجاري وأود أن أؤكد من هذا المنبر أن الجزائر ستبقى تطالب بعقد الاجتماع تلوى الاجتماع واتخاذ المبادرة تلوى المبادرة وطرح الفكرة تلوى الفكرة لأنه لا مناص من اطلاع مجلس الأمن وكذا الجمعية العامة بالمسؤولية الملقاة على عاتقهما تجاه الشعب الفلسطيني وتجاه كافة دول وشعوب المنطقة التي تطالها يد العدوان الإسرائيلي وهي فعلا يد طويلة في الإجرام والتنكيل والإبادة